يتربع العراق عرش الدول العربية بإصابات كورونا متصدرا متقدما بتجاوز عتبة المليون إصابة منذ انتشار الوباء فيه قبل أكثر من عام حظر شامل وجزئي وإجراءات استشعرت الحكومة فائدة منها لكنها كريح خاوية مر دون أي تأثير نذكر فإن مكمن الخلل سؤال على ألسنة من تضررت مصالحهم وتبددت أعمالهم بعد إجراءات التقييد التي باتت أمنية أكثر منها صحية ومناطقية انتقائية دون النظر إلى بعد المرض ومعرفة خباياه صبات كونكريتية وإغلاق شارع وكأن الفيروس القاتل عرابة تتنقل بين المدن لا وباء يتخذ من رئة البشر مهبطا له ومن أجسامهم موطنا يغادره مع حفظ العودة أو ينتقل معه إلى عالم آخر فالعراق يقف عند المركز الثاني والثلاثين من حيث عضى الضحايا الجائحة وهي نسبة مرتفعة وفق عدد السكان ونسبة تنذر بتهالك المؤسسات الصحية وتعامل الدولة مع الوباء المواطن يحمل جانبا آخر من أسباب ارتفاع عداد الإصابات تشير الصحة إلى ذلك وهو من تهون بإجراءة التباعد والتعقيم واتخاذ وسائل الحماية من الفيروس تجمعات بشرية وحركة اتيادية تنذر بمزيد من الاتفاع مع وجود مخاطر من اتشار سلالات جديدة وتباينا في استخدام اللقاح من قبل المواطنين كابوس قطال بقاؤه بات ثقيلا على الأساد وجيوب وأرقام تتعامل معها المنظمات الصحية كأنها برصة في الأرواح تتصدر دول تتراجع أخرى ويبقى فيها الإنسان الخاسر الأكبر من بغداد علي أسد الرشيد عالميا